أشهد مدير عام مديرية سدار سعد بالعاصمة المواقعة تتعادى عبود ناجي الحالمي بتدخلات إيجابية لمشروع الأشغال العامة وإساماته الفاعلة في تنفيذ العديد من المشاريع الخدمية في مختلف مناطق المديرية ومثمنا الدور المتميز والدعم السخي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع اليونبس في تمويل تنفيذ معظم المشاريع بالمديرية جاء ذلك خلال استلامه مشروع إعادة تأهيل تسعة ممرات في حي الوحش من الجهة المنفذة والممول من مكتب اليونبس وخلال عملية الاستلام أكد مدير عام دار سعد أن إجاز هذا المشروع الخدمي سيسهم في الحد من طفح مياه الصرف الصحي والحفاظ على الوضع الصحي والأثر البيئي في الحي المستهدف اشتركوا في القناة